السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في الفيديو ده مهتمين نحل المسأل اكتر على اللمت ويجي نتعلم تكنيكس نحل بيها اول هنا أحد هاجينا احمل المراكة على اللوز اللاهن احدنا hace فانا لو عندي توسيقونسيز ليين كون فيرينك فانا عندي بتوزع معصر على كاملة توزع нуع فالالطرف لو عندي ممكن اطلع خطر لهما مضبين في بعض ممكن اوزع اوزع الطرف لعنت ممكن اعزاعه على البصه مقام لو انا عندي 60 يومك اطلع عليه الضويل زي من شوفين طبعنا الخلال هو مقبضة white عندي اللمت معينة وهي وهي حاجة مهمة فف بتاعت السيكونس هي وقلنا ان اهم ثيروم هنشتغل بها ان هي بتقول لو انا عندي اللمت فيبقى اللمت بتاع ده معناه ايه؟ ان انا ممكن اطبق التكنيكس بتاعت على السيكونس بس ثيروم ماضحة بتقول لو انا عندي سيكونس معينة عاوز اجيب اللمت بتاعتها سيكونس معينة عاوز اجيب اللمت بتاعتها بكامل لو طلعت L يبقى السيكونس ده برضو اللمت بتاعتها L لكن لو دي طلعت ده مش بيستلزم ان دي لازم تكون ده مواضحة بتقول لو دي بس طلعت L فيبقى السيكونس ب L لكن السيناريو التاني ده مش موجود فنفترضوش من دماغك لازم تكون فاهم ان ممكن في تكون عندك سيكونس بتاعتها تطلع بتاعتها تطلع والسيكونس نفسها يكون لها اللمت وده اول هنحلو ان شاء الله تمام وبعدين خدنا وخدنا عنهم ان عندي هنا او رقم ما بين 0 وال 1 سواء وده كان ده بديو 0 وده وده بتاع بتاعتها او مسلا او مسلا ممكن حاجة زي فدي مسلا فبتديك 1 فبتديك 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 وده نفس الفكرة كسين 0 كسين وكسين باي بيبدي من 1 فكاننا هنا ثيرا مهمة بتقول لو انا عندنا لدي المت بدي 0 لدي المت لدي المت اللمت بتاع بديهم كام سنسة ان هما بتغيره بين ال even والet terms تمام عاوزين نتين مبرو في اللمت اللي AISNA تكلمنا علىها فوق دي بهذا ال the theorem انا ممكن نعمله بال بال ال squid theorem فانا عندي مسلا a sub n هي من negative absolute value بتاع a sub n فانا بقول ان اللمت دي بزيرو تمام فده معنا ان negative 0 او بدا فيبقى فاللمت ديه لكن لو ايه ثانية زيرو فكانت مثل تبقى 5 دي نغط في 5 فهيا مش باوندد بين نفس القيمة فالسيناريو الوحيد الذي ينفع ان تكون الابسولوت في ايه هنا بزيرو وكنا ورضو اتكلمنا عن السيكونس سكويت ثيرم مسوري ودي اهم الفونكشنز اللي كانت باوندد مفقرك بهم وكتوقها في الفيديو وشوفهم حالة تانية ورضو اللامت دي ممكن تفكر في ازاي ان انا لو اندي بتاع فانا بشوف دي هي الديستنز بين اي و بي تمام فانا بقول ان الدستنز هنا طبعا اي صب عندي هي اصب n-0 فانا بقول ان الديسينس بين اي صب n وزيرو فهي زيرو فمعنا كده اي صب هنه هي جمين يزيب نخذ او البروبلم معنا اي صب n equal cosine 2 n-pie احنا قلنا ان احنا نتعمل معاها as a real function فانا خدنا بس احنا قلنا ان الثيروم بتقول لو احنا عملنا معه وطلع هذا لا يستلزم ان اللمت نفسها ممكن تطلع بفادي وده اللي احنا هنشوفه لان انت رو عملت بتاعت هتلاقي ان ايه كلها يعود يعطي send فانت عارف ان ان المهمة ان انه ان عندي الريل فونكشن ادتني L فيبقى السيقونس لازم تديني L بس لو الريل فونكشن طلعت ده مش بيستلزم ان السيقونس تكون does not exist عاوزين ناخد شوية الأمثلة بقى بتبقى صعب شوية انا عندي A sub n الكلام ده بيسوي طبعا مش تعاف طبق اللي بيتال لانك بصدر مش تعرف تجيب بتاع N فاكتوريال لان الريل فونكشن عبارة عن وحوار معقد يعني مش ندخل فيه فانت مش تعرف تجيب درجة الفتاعة ولا اي حاجة فالحال الوحيدة لازم قولنا ان انت تجيب من فانا عارف ان فكده كده انا عارف ان لسه لا اجيبي البوند اتنين فنجيبه ازاي نعارف انفكتورياللي هي عبارة عن طبعا انفكتوريالليين فكها هي عبارة نصلا عن اللي هتنيندول كل الجزء ده كله اصغر من او شو الواحد فانا عندي مضروبة في حاجة اصغر من الواحد فممكن اقول ان ان السيقونس دي هي اصغر من ون ون وطبع انا عارفين ان او بزيلو سوري لان اللمت او بزيلو فيبقى السيقونس دي باوندد بين او لان او بزيلو فالمت دي هي دي نزيلو تنقض حجورة او بزيلوة نهاية فيبقى او بازيلو يبقى او بازيلو版 من هنم زيرو نجد ان القادم تانية او اللمت دي سايقونس او بزيلو لان دي سايقونس الوين اول حاجة انتو ملاحظا ان كل الالترمز اللي فوق دول عدد من والتيحت طول ن فنا هحاولن خليهم اد بعض فانا شايف ان الجزء ده كله هو ان فاكتوريال فانا بقى عنده هنا ان فاكتوريال تمام وان تيرمز بعد ان فاكتوريال اللي هو ان بلس وان بلس تو لحد 2n ومن فوق عند النز نفسها لهم النز بردو فالكلام ده 1 over n factorial times n over n plus 1 times n over n plus 2 up to n over 2n فنا بردو شايف الجزء ده كله أصغر من أو يساوي الواحد فنا ممكن نقول ان السيقونس دي أصغر من أو يساوي ده بزيرو فيبقى اللمت دي بزيرو برضو لانه باونده باونده تماما اللمت البعد كده طبعا الترمية احنا عارفين انه نحن بزيرو فالحل الواحدة اللي نحن عانين نشوف الواحدهم والاود ترمز فنا نشوف الواحد كلام ده بيساوي 2n pi times cosine 2 pi n ودي احنا لسا قلنا عن نياب واحد لمشيه das n is a very large it goes to infinity itwo times infinity phi بدنا infinity type a sub 2n plus one cuz let me say that and four and plus one pi可以 cosine two n plus one times phi فدي in terms of d minus one we as n very large it goes to infinity twice as n per se n almost done it half infinity with the او اصلا برضو لازم يكون هما الاثنين زي بعض اصلا فاللمت دي ديفرجنت طبعا عندي برضو مثلا تمام الانسام الانسام لما اسمين دي نجو في الآخر ترمس اللهم والإيبن ترمس فانا عندي المترمس دي في المترمس مايس في ديفرجان الانسام لازم يتديني 0 فاللمت هنا تديني ايه 1 طيب في الاضي تمام ايه 2n بلاس 1 هنا وهنا يتديني أحنا في نهاية المترجم الى النهاية فاللمد هنا تساس النامة لكهذا كرم تبقى مزعي بعض فكرة كرة 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 سيكون سابعة كرة 5 A sub n الأكامدة بي سابي 1 plus negative 1 to the power of n times n احنا عافين ان الليمت بتتوزع عالضرب فالليمت دي بون يبقى احنا بس محتاجين نعرف الليمت دي بكان الون لان هما نفس الديجري والكوفيشينت وهذه فانا عندي في الود ترمز ده بيديني وان فون بلاس وان بيديني تو ده لما الان في الارج وطب وفي الود ترمز ده في الارج الكلام ده يبقى نجد في وان بلاس وان بزيرو وان بزيرو فسلسة الاثنين ترمز زي بعض في الكلام ده ده في بيديني هي لما كنا عندي حلق اكسب فنانشل احنا متخليها اي تزال بورف لان الكلام ده هو اي تزال بورف لان ممكن نشوف ممكن نشوف هتروب البر فالقام ده هو اي تضباره لان النجدف برضو طلع عبره فنجد لان ان على فبنا عاوز احسب اللمت بتاع اي تضباره لان ان اوبر ان سنس ان الان فنكشن دي فونكشن كنتينيوس فممكن ابدلها مع اللمت فالقام ده هو عباره عن اي تضباره لان ودي طبعا احنا عارفين لغريتماك فونكشن ابطأ بكتير من فاللمت دي بتديني زيرو فا اي تضباره لزيرو اثمانه يكون فيديو مفيد وربنا معكم ان شاء الله